نعم إنه الرئيس الروسي فلاديمار بوتين هو والنظيره السيني شي جينبينغ يحذراني معا الفطائر التقليدية الروسية المعروفة باسم بليني وهم يرتدياني مأزر المطبخ بوتين لم يضيع فرصة إبراز مهارته في الطبخ فعرض على جينبينغ تدوق الفطائر مع المأكلة البحرية الشهية بما في ذلك الكافيار الأحمر والأسود الروسي الصور ليست من برنامج طبخ بل في المنتدى الاقتصادي الشرقي الرابع الذي يقام كل سنة في مدينة فلايفوستوكس أحلية بأقصى شرق روسيا المنتدى الذي يتسم بمواضيع اقتصادية بحثة تفرغ هذه السنة لبرنامج خاص يعرض فيه الثقافة الصينية بهدف تعزيز التبادل الثقافي بين البلدين في شارع يبلغ طوله 1300 مترين نحن نشارك في الحدث بدعوة من وزارة الثقافة الروسية أنشأنا فريقا يتكون من ثلاثين شخصا يقف على عرض تراثنا الصيني نشارك بعرض البعض من ثقافتنا مثل التطريز على الورق ولوحات زيتية صينية والخياطة وكذلك فرق صينية فنية هذه الخطوة الفريدة من نوعها التي نظمها المؤتمر تهدف بالأساس لدعم المنطقة الحدودية الروسية الصينية هيولانج جيانج الواقعة على بعد 800 متر لتطوير الصناعة والزراعة والصيد وإشراء تحسين ظروف المعيشية عموما هناك الصين وروسيا هم أكبر البلدان المجاورة لبعضهم البعض مع مزايا جغرافية فريدة للتعاون لقد شركت الصين في أكثر من ثلاثين مشروعا في مناطق التطوير المتقدمة في الشرق الأقصى وإنشاء الميناء الحر مع استثمارات مخطط لها تتجاوز أربعة مليارات دولار أمريكي ويعد المنتدى الاقتصادي الشرقي السنوي الذي أسسه بوتين في عام 2015 بمثابة منصة هامة للحوار المباشر بين الساسة ومديري الأعمال التنفيذيين والخبراء من أجل تنمية الشرق الأقصى الروسي والتعاون الاقتصادي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر